إيه حكاية إصابة إمام عشور خطيرة؟ أجلت سمعت وإنت سمعت والناس بتكتب وإنه إمام عشور عنده إصابة خطيرة وإنه دي الأهل بيصدد الأعلان عن الصفقة رسمياً فبدأ الناس يتكلموا إنه عنده مشكلة وعنده إصابة وأنا عارف إن أنت كراج الدكتور بتوقع تجري وراء الإشعاعات والحاجات دي كلها جدا الإشعاعات اللي هي في وراء دي مش الحاجة تانية إيه الحكاية بقى؟ طيب مبدأي أنا كريم قبل ما نشرح هو إيه الإصابة وقبل ما نشرح هيئه المشكلة بالزبط إحنا هننفرد دلوقتي هقولك التقرير الطبي بتاع إمام اللي جيبي من الدينمرك ودكتور طبيب المنتخب أصدر نفس التقرير وبعته لميتلند بنفس الإصابة بنفس التشخيص ما هي إصابة إمام عشور؟ إصابة إمام عشور هي قطع في وطر العضلة الخلفية من الدرجة الأولى لو حط كلمة الدرجة الأولى دي ما بينقسين وحط تحتها خطوك كتير قوي لأنها هفرق لك هي من الدرجة الأولى دي يحتاج قد إيه وغيره يحتاج قد إيه أول يا دكتور نشرح بس إيه السور الأول نطلع السور ونشرح الإصابة فين وشكل الإصابة عامل إزاي طيب لو أول ما السور تجهز معنا مبارح ما أثير يلا دي الإصابة طبعا بتيجي إصابة في العضلة الخلفية دي كلها ودي من أكبر العضلات اللي موجودة في القدم في السقين العضلة الخلفية السورة اللي بعنية على طول ده الشكل لما بيجي تمزق في العضلة الخلفية ده التمزق بشكل عام أي أن كانت الدرجة درجة أولى درجة تانية درجة تالتية هاتلي بقى السورة اللي بعنها ده معليش معليش لا أقسم دي فيها. في التمزق عاماته. سواء في العضلة او في الوطر. حينا. فانت لما بتيجي تتكلم على التمزق لازم بعد ما بتقول بتشخص مبدئيا ده تمزق ولا مش تمزق. انت بتروح للفكرة بتاعت هو انهي درجة من التمزق. لان حسب الدرجة انت هتختار نوع العلاج. وبالتالي فترة التأهيل وبالتالي فترة التعافي. حينا. حينا. السورة اللي بعديها. ده تمزق. في العضلة الخلفية. ده تمزق في العضلة نفسها. حصل الربشة. العضلة الاوطار بتاعة الالياف بتاعت العضلة اتقطعت. ماشي. فلما بيجي قطع سواء في الالياف او قطع في الوطر تاني. بيتشخص انه درجة اولى لو درجة تانية او لو درجة تالتة. حسب درجة القطع ده قد ايه. تمام. لما بيجي الدكتور يشخص عشان يعرف انت عندك اصلا تمزق ولا شد في العضلة الخلفية بيجي يمشي على الخطوات. من ضمن الخطوات اللي بيمشي عليها ودي انا هروح لاخر خطوة علشان الناس تبقى الخطوة البسيطة للناس. ايه هي. اللعيب قادر يمشي على رجله. ولا مش قادر. مش قادر. ولا بيمشي وفيه عدم استقامة في الحركة. حاسس انه بيعرج. بالبلدي بيعرج وماشي. اللعيب طالما بيعرج ببتري الدكتور يشك انها مش درجة اولى او انها تمزق. حلو. مفيش شد طالما هو انه هو مش قادر يمشي. ومش قادر يمشي تمشي الفترة. مش وقت الاصابة مباشرة. ماشي. وقت الاصابة مباشرة القصة. وانه بعدها لسه الموضوع مطول معي قصة تان. حل. طيب. امام عشور. اخر مباراة لعبها. اخر مباراة كان موجود فيها في السكور. قدام فير اسمها هورسينز مع ميتلند. يوم تلتة وعشرين 4. يوم 24 وملعبش المباراة. كان موجود في السكور شيت. لكن ما لعبش المباراة وعلبش 2 دقيقة. يوم 24 لعب مباراة ده معنى انه تلات وعشرين كان سليم. يوم 24 اللعب مباراة في كاسا المستقبل. لعبة المباراة دي اللعبة اللي ما لعبتش اليوم اللي قبله. ماشي. اللعبة اللي ما لعبتش. ونجيب صورة من المباراة. الصورة موجودة من المباراة اللي لعبها امام عشور دي نزدت في الانونسومنت او الاعلان بتاع متلند عن الاصابة. تمام. يوم 24 لعب قدام فيبرج. اتصاب فيه. لا لا مش الصورة دي. صورة امام عشور. ده يا جماعة ايو. اه. احرق انتظل. السجونت اللي جاي. طيب. انا عيفت النوع السجونت اللي مكوري يعني. اه. اه. امام اصيب في الشوت الاول وخرج. كلام دي يوم 24. يوم 29 متل انطلع ان امام عشور الموسم بتاعه انتهى. واحنا لقينا انه يتم تأهيله. تأهيله مش اجراء عملية اجراحية. لان المزء من الدرجة التالتة وهضرب لك مثال لان الاصابة تشبهت بيه مبارع. صح. المثال اللي اصابة تشبهت بيه لانه العيد دولي وبالعيد بيلعب في منتخبنا هو اللاعب محمود حمد الوينش. محمود حمد الوينش اصيب في نوفمبر الماضي. لما اصيب محمود حمد الوينش في نوفمبر الماضي كان عنده تمزق في وطر العضلة الخلفية. نفس الاصابة بدرجة مختلفة. من الدرجة التالتة. يستلزم اجراء اعمالية جراحية. يعمل ايه? الوطر ده تقطع لازم يتخيط. الوطر ده لازم يلتقم عشان بعدين نبترين الاهل. طيب. ودي الصور لما عمل محمود حمد الوينش العملية. اللي اصابة تماما عشور ابراهيم انضاي. اللي هي مش محتاجة عملية. حيلو جدا. فضل استاذ جبل. ماشي. دي دهكاتنا بقى مع بعض. دي الاسه بصورة اللي بعدها وكان متصور معى محمد صلاح وقريك شكل شكل القدم لانه بيتم تثبيت الرجبة كمان اللي انا بتأثر بتوصل القلم بيوصل للرجبة. لانه هي في خلف الرجبة مباشرة. عشان كده تحس ان رجبته متسبت. وهو لازم الجزء كله متسبت. وبمناسبة الجهاز ده وصل لحد فوق. مش بس لحد الرجب. عظيم. طيب محمود حمد الوينش اللي عمل اصابة من الدرجة التالتة. وقعد في الاصابة دي قد ايه? وعمل عملية جراحية. قعد اربع شهور بالزبط. لانه رجع في مارس. اول مشاركة لي مع عد زمالك. والاصابة كانت في نوفمبر. كانت في نهاية اكتوبر. سيافر عمل العملية تسعة احضار. احب رتب الكلام بس. فاصابة الوينش اللي هي تمزك من الدرجة التالتة. مختلفة تماما. فيها اربع شهور. اربع شهور. عملية كمان. وعمل عملية. تماما. امام عشور اصابة من الدرجة الاولى. بتحتاج لحاجة اسمها علاج تحفوزي. علاج تحفوزي يعني علاج طبيعي كل العلاج الطبيعي اللي بتعمل. كمادة سخنة وبعدين بتعمل عليها تلج اربع او خمس مرات في اليوم كل مرة لمدة عشرين دي ايه. ده العلاج بتاعها. منتقى البسطة. منبسطها للناس يعني. مع راحة كمة للعب. طيب. دي بتقعد ايه في اسوأ حالتها. قل. اسوأ حالتها بتقعد ايه. من ستة لتمان اسابيع. في اسوأ حالتها. اه. لو هو الموضوع صعب جدا ومحتاج تأهيل ومحتاج يقعد من ست لتمان اسابيع. فرسميا. اللي هو شهر ونص تقريبا. تقريبا. اه. لو اللاعب بدأ من شهر ونص لشهر. اه. لو اللاعب بدأ بكرة الصبح. ما بدأش ومعملش اي تأهيل. لانه اللي تأهيل. انه راجل ما كانش منتظم. يعني عمل تأهيل. اتنين. مهمة جدا. الناس تلاحظ. اللاعب اللي عنده ربشر. عنده قطع. ما بيمشيش على رجله. اللاعب بيتحرك وسافر. وراح هنا وراح هنا وجيه هنا وراح وعمل وصور تقديمه للنادي الاهلي. وبيمشي بشكل طبيعي جدا. طيب. لو بدأ بكرة الصبح. يقعد من ست لتمان اسابيع. ففي حالة انه الراجل انتظم في التأهيل بتاعه. الراجل جاهز تماما لبداية الموسم بتاعه مع النادي الاهلي. كل ما يتعلق من اول التقرير. لحد تعافي امام عشور فيما يتعلق. وصابته هو ما اثير. امس حاول انه اصابته تستمر اكتر من ثلاث شهور. تشبيا. بالنهاية اصابت الوينش. الموضوع مختلف تماما. الله يفتح عليك يا دكتور. بجد. 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 يعني سبع صنايا. الحمد لله. سبقت الحمد لله. الحمد لله. ساعت لي محلل. ساعت لي ناقد شاطر. ساعت لي محلل شاطر. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة.